خليني أسأل حضرتك عن أهمية أن احنا نفكر الناس بالحصل في الحرب دي بشراسة الحرب مع الجيش الإسرائيلي في الوقت ده حضرتك شايف أهمية أن احنا نفكر الناس النهاردة في ذكرى 49 إيه؟ المهم جداً أن الناس تبقى عارفة أن احنا دخلنا معركة في أكبر مغامرة أي حد يدخل لأن العدل إسرائيلي بجميع الحسابات التقليدية يعني لو حسبناها تقليدي كده مقارنة قوات وحالة اقتصادية للدولة حالة اقتصادية للدولة هنا كانت الدعم هنا الدعم هنا لا يعني من أصعب ما يمكن معركة كانت في منتهى الشراسة اللي في الدنيا والصعوبة اللي في الدنيا ولكن مصر دايماً أما بتخطط وفيه تخطيط صح وإيجابي ومجمع وكل الناس بتقول لا هدف معين ما بتقولش أنا يعني أما بنقول أنا بنرجع لكن لما كل واحد بيقول مصر أو نحرر الأرض صحيح أو نعبر أما مصر كلها تقول كده بنعرف نحق هدفنا 100% لكن للأسف الشديد ده ما بيقاش غير فيه الأوقات الصعبة فقط لا غير فعشان نجحنا الحمد لله نجاح كبير رغم ضعف الإمكانيات وكل الصعوبات اللي كانت قدامنا لكن كان عندامنا هدف كنا محتاجين للنصر ده يا سيادة اللوة كنا محتاجينه جداً في هذا التوقيت وكنا الحمد لله الرئيس يعني أنا رسدات رحمه الله كان غامر والحمد لله الناس كانت على قد المسؤولية وقامت بمعجزات أنا باعتبرها مش تقليل إن شاء الله مكملين في المعجزات إن شاء الله مإذن الله طالما مكملين في عبور دائم أيوة ده اللي إحنا بصي حضرتك إحنا ده تاريخ لازم نستفيد منه إحنا مش بنقول عشان إحنا عملنا وعملنا طبعا عشان كده كنا مصرين إن تكون حضرتك معاينه ولنتيجة لأنا لازم استفيد من الماضي ومن التاريخ ودي عبر ودي مثل إن إحنا قدرنا نعبر في أصعب الظروف وما زلنا إن شاء الله حنقدر نعبر في الظروف أحسن كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وأنتو دائما مشرفين مصر ودائما مفخورين بحضراتكم سيادة اللواء مجدي أحمد شحاتة بطل من أبطال حرب أكتوبر بشكرك شرفتنا ونورتنا مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم وفاصل مع فريق أم النور وهنرجع نكمل حوارات شيقة عن حرب أكتوبر شكرا شكرا